تحتاج العودة للمدارس الكثيرة من الاستعداد والتحضير من النواحي النفسية والاجتماعية فشعور العودة للدراسة بعد انقطاع يحدث إرباكا لا يمكن تفاديه لكن يمكن التقليل من سلبياته هناك خمسة أمور نصح بها من استشاروت تربية يجب مراعاتها عند العودة للدراسة وأولها إظهار المحبة فالأصل في العلاقة مع الطلاب هي المحبة كأشخاص أما إذا ظهر أي سلوك خاطئ من الطالب فيجب معالجته بحكمة وروية ثانيا الحوار الهادف والهادئ الذي ينبع من القلب وذلك بمشاركتهم في وضع أهداف العام الدراسي الجديد وأنهم طلاب محبون للعلم وثالثا الاستعداد والتحضير من خلال الوعي الكافي باحتياجاتهم ومستلزماتهم الدراسية وأن هناك حاجات نفسية ومعنوية على رأسها زرع القيم أما رابعا التخلص من التحكم في حياة الطالب فلابد من ترك مساحة للطالب ليبرز شخصيته ولكن ضمن إطار القيم والعادات وأخيرا تعديل وقت النوم تدريجيا للحفاظ على تركيزهم وصحتهم وانضباطهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر